بناء على تكليف مجلس الأمة بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة اجتمعت اليوم لجهة تنسيقية لجهة الموارد البشرية واللجهة التعليمية بخصوص اقتراح الأخوة النواب الجمع بين الوظيفة والدراسة بحضور الحكومة ممثلة بالجهات المعنية بهذا القانون وتناغشنا مع الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية يسرع بإصدار قرار رسمي لقرار ديوان الخدمة الأخير بالموافقة على جمع الوظيفة والدراسة داخل الكويت وطلبنا بإصراع خراج هذا القانون لتمكن الموظفين بالتسجيل بالفصل الدراسي القادم بإذن الله أما بما يخص الدراسة خارج الكويت كانت الآراء بيننا وبين الحكومة متفاوتة وأن طلبة اللجنة من ممثلين الحكومة بأن يكون هناك اجتماع آخر بعد ثلاث أسابيع وتأتي الحكومة برأي مكتوب ورأيها كامل بهذا القانون وإن شاء الله بعد الاطلاع على رأي الحكومة تتم ناغشته بالموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الأمة إن شاء الله